السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم يا أهل الود يا أهل ودي يا أحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبكم ويحب من تحبون اللهم آمين بعض الأخوة أنا تكلمت كثيرا على موضوع لماذا لا يتدخل الله سبحانه وتعالى لنصرة المساكين ولرفع الظلم لماذا يترك الناس تموت في سوريا والأطفال في الغازات السامة ولا ينصر المستضعفين ويترك الطغاة تلعب وتسرح وتمرح ما هذا الله الذي تؤمنون به وهو لا يساعد المساكين البعض يفكر هكذا يتيه الشيطان فيعزف على هذا الوتر فيقول أنا ما بدي أمن بالله بدي أكفر بالله فكر حاله عمل شيء عظيم ذكرني بالمثل يقول جاجي حفرت على راسها عفرت يعني معنى أنت ما يتضر الله سبحانه وتعالى بأي شيء تكفر لنفسك وتؤمن تؤمن لنفسك الله سبحانه وتعالى الصمد ليس بحاجة لك وأنت بحاجة له في كل نفس وفي كل غنضة عين وفي كل نبضة تنبضها أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى فأنت كنلمت هذا الموضوع وشرحته من الناحية الفكرية فلن أشرح الآن الموضوع من الناحية الفكرية ومن الناحية العقائدية بالنسبة للأمور التي يراها المرء أنا فقط أريد أن أسأل هذا الشخص الذي لعب عليه الشيطان وعزف على وتر الإلحاد عنده وكفر بالله سبحانه وتعالى سأقول له سؤال أنا بدي يعوده من حد المرأة أو يعودك بينه وبين حاله يمسك وراء وألم ما بدي أن يجاوبني إلي أنا الجواب أعرفه بس يقول له هو إجائب نفسه يسأل نفسه يقول أنا كفرت بالله لأن الله سبحانه وتعالى ما ساعد المساكين ما نصرهون منتركهم يموتوا إليه السؤال هاللي عم يقتلون هاللي عم يقتلون المساكين اللي أنت عم تحكي عنهم واللي عم يسببه بظلم هذا هل هو مؤمن بالله بس سؤال بس سؤال بسيط جدا ما في أسأل منه هاللي هذا الظالم الظالم هذا اللي عم يبيع الأسلحة والظالم هذا اللي عم يطعط الطيارات تقصف هذا الظالم هل هو يؤمن بالله هل هو يخاف الله بس سؤال أكيد ما يخاف الله ولا يؤمن بالله لأنه لو يؤمن بالله ويخاف الله ما فعل ذلك صح ولا لا معناته أنت بكفرك بالله صرت بصفة يعني أنت هربت من من الوسخ لح تتوع بالوسخ أنت منكر لذلك الظلم الذي يقوم به هؤلاء الطغات هؤلاء الطغات المجرمين المجرمين على الاختصاص هؤلاء الطغات هم لا يؤمنون بالله هم ما يتصور بوتين ولا ترامب ولا الحثالة تبعه هون والأجراء شاته هدلون هن يظن نفسه أنه هو الله فهو لا يؤمن بالله هو يتحضى الله سبحانه وتعالى هذا الجاهي هدلون اللي بيخله سبب الدمار والحكام هدلون الزبالي حكام الزبالي هدلون هدلون لا يؤمنوا بالله لو كانوا يؤمنوا بالله كانوا خافوا الله ما خافوا ترامب أو خافوا بوتين عرفتش لو كانوا مالحوا الطغات ومشوا مع الطغات فأنت وقت تكفر بالله يا زكي أنت كفرت بالله من أجل أنه الظلم في ظلم فأنت وعت بالظلم نفس الظلم هربت من الوسخ ووعت بالوسخ هنن وسخين وعم يظلموا الناس لأنه ما بيؤمن بالله ولأنه ما بيخاف الله لو بيخاف الله اللي بيخاف الله ما بيدعس على نملها انتبه الذي يخاف الله لا يدوس على نملة إذا شاف نملة بالطريق بعد عليها هذا أخذه إذا بدك تعرف واحد بيخاف الله ولا ما بيخاف الله بتشوفه واتماشي بالطريق إذا دعس عن نمل وما سأل هذا ما بيخاف الله حقيقة حقيقة أنا أتكلم حقيقة الذي يخاف الله ما يدوس على نملة فكيف يرسل القزائف على الأطفال بالغازات هذا ما يخاف الله ولا يؤمن بالله هذا كذب الذي يحكيكم شغلي اللي خبى الأكل بالمخازن بالغوطة وأنا ضليت لكم لك يا جماعة المخازن مع باقي أكل طلعوا الأكل للناس لك ليش عم تخلوا الناس تجوع هلأ وقت خسروا هلأ طلعت الأكل اليوم طلع الأكل من قلب المخازن هذا بيخاف الله هذا لو هو يدعي أنه هو مع الله هذا كذب هذا كذب لو أنه بيخاف الله ما بيخلي الناس تموتوا من الجوع ما بيخبي الأكل عن الناس والسكر والرز وكله طلع حلق المخبة يا أما أخدوه الشبيحة ما بيخاف الله هذا ما بيخاف الله إذن يا حبيبي يا حبيبي أنت مرجوعك لأله إنا لله وإنا إليه راجعون لك شلو داك تكفر فيه شلوم داك ترجع لعنده وانت كافر فيه طبعا طبعا يا حبيبي قلبي اللي يخاف الله عم إلكن ما بيهون عليه والله والله مبالح دخلت دخلت المسجد أنا هلأ قاعد في المسجد سمعوا هاي القصة مو عمدح بنفسي بس لو رجيك أنا شلون الإيمان بتفعل إنسان دخلت على المسجد فتعلى غرف الحمام ما شفت عنكبوتي عنكبوتي فوق إي ما في شي تاكله والله العظيم يا ناس زعلت عليها وجبت اللي أكل للعنكبوتي حطيت اللي البركي تاكله أقسم بالله زعلت على العنكبوتي إنه خايف علي أطبعا رزقها بلعند الله هي ممعتمدة علي هو يرزقها الله بس أنا خفت خفت إنه عنكبوتي هي بلأكد زعلت عليها إذا شفت واحد راح مسكة العنكبوتي ومسكة بإيده ومعسها هذا عرفه ما بيخاف الله لو بيخاف الله ما بيمعس العنكبوتي روصولكم ياها ها روصولكم ياها هاي العنكبوتي لحورجيكم العنكبوتي هاللي مبارح حطيت لأكل لحشوفها إذا أكلت الأكل ها ليك حلوية قلبي ها شوفوها ليك هاي العنكبوتي ليك أكلت الأكلات راح حطيت لهم أكل ما أكلته ما أكلته ورزقها بيجي بتعرفوا من عمي ف فيا حبيبات قلبي اللي بيقل له بيخاف الله وما سأل عن الناس وخلاهم بلا أكل وبلا شرب هذا ما بيخاف الله هذا ما بيخاف الله ف لا تخلوا والله إسا الله لك أه من يدي جي النصر ألاك بدين ينصروا الله عشو بدين ينصروا لك عشو بدين ينصروا انه هني كانوا ظالمين أكتر انه الطاغية صاروا بدال الطاغية صار عنا مية طاغية وكله باسم الله قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كذب كذبوا عن الناس وبيشتغلوها باسم الله سبحانه وتعالى فيا أخي لا تدعو هؤلاء هذا يا أخي ارسحك بعد عن الله بالعكس لك الواحد دي ساكسوات وقات يكون الواحد بالبحر ويجي يغرأ لمين بيلجاء بدي يقول أنا كافر بأله بديو أنا ملحد بأله بيقول دخيلك يا ربي أنجدني يا ربي دخيلك الحقني يا ربي يا الله والله إني تبت إليك يا الله إني تبت إليك يا الله أنجني يا الله بس هالمرة بس هالمرة خليني أطلع البر إسا ما شفتوا يوم لإيامي إسا ما شفتوا يوم لإيامي يا حبيبات قلبي خليكم مع الله لا تدعوا هذه الفتن التي تحدث تبعدكم عن الله نحن بحاجة إلى الله نحن بحاجة إلى الله الآن أكثر من أي وقت والتمسك بحبل الله اكتر من اي وقت هذا الشيطان عدو هذا الشيطان عدو ان الشيطان لكم عدو ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه نعم فبدحك عليك بيقول لك كفور بالله انت بتكفر وبيقول انا ما بكفورها وينك الشيطان بيلعب يعني الانسان خليه يكفر وبعدين يقول انا مؤني اخاف والله رب العالمين شوف بيورطك بيزدتك من شان ينتقم منك بخليك تكفر بالله هو شو بتكون قولوا الله عودوا الى الله خليه انه يأكلوا واشدن يأخذوا شو يحياخد معه الابر شو يحياخد معه الواحد على الابر اذا حياخد معه دولاراتي يحيخبرني اذا حياخد معه دهب يخبرني انا عم بسأل سؤال عن جد اذا بقدر اخد معي الشغلة بس موت اللولو عليها مشان هلا اجهزها ااخدها معي حطوله حطوله لفرعة وين حطوله الاصنام الدهب والاكل والشرب وكل اياته ما اخد منه شي اجوا الحرامية طوش شفطوهم كل اياته انا قلت لكم يلي بيخاف الله ما بيقطع شجرة يلي بيخاف الله طبعا بدون سبب طبعا يلي بيخاف الله ما بيدعس عن النملي يلي بيخاف الله ما بيقتع عن كبوتي ايه والله عملي صالح احسنت مشان هيك عم نكتر منه هلا مشان هيك من نعيش اخي ما بناموت رغم كل هالظروف مشان ناخد شوية عمل صالح مو زياد وينك في واحد بيقول ان شاء الله موت وارتح بقى من هالدني لك لا خليك عايي يجمع لك شوية حسنات تاخدهم معك ايه موت يا موت يا حتموت هلا ولا موت يا بعدي فكتر كتر كتر من الحسنات حسنت ايه بيعين الله بيعين الله ايه كان العبرة هي على الشكل التالي قال في ناس ابترك الاسلام وتكفر بالله من اجل الظروف اللي صاري قال لون اخي مسكين الشيطان ليب عليهم الله يهديهم ويردهم الى دينهم ردا جميلة بس اخي اذا انت بدك تصف بصف الطغاة الطغاة كفار بالله فانت تكفر بالله بتصير صف الطغاة تظلم نفسك اول ما تظلم وما تظلم الاخري والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اروا شوف العنكبوتي تبعي شوفها ليش ما اكلت الاكلات جيب لك اندباني ولا شو بدي جيب لها والله ما بعرف السلام عليكم